السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير عندنا رحلة إن شاء الله للشمال المغرب أنا والحبيب أبو جنان يوسف مرحبا أهلا وسهلا أحياكم الله أبو فيصل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المعد راح في السيارة فالكاميرا تلعب شوية عموما إن شاء الله حيكون فيه تقير إن شاء الله للمدن اللي المر عليها إن شاء الله وخلوكم يا مرحبا يلا أبو فيصل الساد علي إن شاء الله رحلة ممتعة في شمال المغرب بارك الله فيك زرت مدن الشمال يا أبو جنان والله تذكر زرت طنجة وتطوال في مدينة صغيرة اسمها الجبهة 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 خريكة أه الجنوب نعم الجبال الفوق تحب الصحاري نعم الجبال الجبال والتلت تلك المناطق البارطة أهو أهو تأجلنا تلك المناطق البارطة تلك المناطق البارطة وشلالات ومطار ودنيا حلوة هناك شي تاني أهو لنا إن شاء الله سيأرى لنا واحد مراكش بإذن الله يا جميلة الجنوب كمان ما شاء الله ما شاء الله الجنوب شي تاني شواطئ الجنوب ممتعة بس ما في خضار يعني كثير زي الشمال كل ما شوف كل ما تجهت جنوبا كل ما خفت الخضرية صالح الدنيا إلاك انت رايح للصحراء في الجنوب يعني اللي جاي من الشرق الأوسط يروح الجنوب يروح الجنوب وتعودين للصحاري والحرارة ما يتعب لكن يعني الشبال الحق الأوربيين اللي زينا يعني سهلا الأوربيين اللي زيك كثير لنما الصحراويين إن شاء الله اهو هذا بقر إن شاء الله إن ذولي بوجينة زي الغنمي يعني كذي ربعاتي في رعاية ما نمسك لنا واحدة ما عالا عبينة تعالك اسلام لله شكرا مصنى طنجة الحمد لله إحنا الآن في محطة الأداء في يعني بواب الدخول طنجة طبعا الطرق هنا في المغرب الطرق السيارة تسمى اللي هي الطرق السريعة بين المدن اللي كلها رسوم عبوري يعني رسوم خدمات الطريق ستة وستين درهم كم يا أبو جنان ستة وستين درهم ستة وستين درهم كل مئتين كيلو طبعا على ذمة أبو جنان ستة وستين درهم ايو عشان لا تقولوا بعدين أنا اللي أطيتكم اللي وما تخطر هذه بداية دخول طنجة السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير هذا اليوم الأول في مدينة طنجة إن شاء الله سأصور لكم بعض التقارير القصيرة من مدينة طنجة وبعض المدن الأخرى بإذن الله صحينا والحمد لله و طلعنا من الغرفة قطلالة جميلة على البحر هذه الفناديق اللي حوالين نحن فوق طبعا في الدور الأخير في الفندق شايفين الأطلالة كيف طبعا هناك تظهر المدينة القديمة في طنجة المدينة القديمة وهذه وهذه مرينة طنجة من الأعلى لكن لا أدري تكون واضحة أو لا بسبب أشعة الشمس نزلنا الآن نحن نأخذ لنا فطور هذه المنطقة اللي نحن فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة